اشتركوا في القناة والشخصيات عربية مؤثرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق النبي محمد هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ولد في مكة عام 570 ميلادية وهو عام الفيل الرسول صلى الله عليه وسلم عمل في شبابه في حرفة رعي الأغنام فتعلم منها الرحمة والرأفة وبعد ذلك عمل في التجارة واتصف بالأمانة لذا لقب بالصادق الأمين كان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار حراء للتعبد والتأمر وبعد نزول الوحي عليه برسالة الإسلام كان يجتمع بالمسلمين سرا في دار الأرقم بن أبي الأرقم ليتلو عليهم القرآن الكريم ويعلمهم أحكام الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم واجه العديد من الصعوبات في نشر الدعوة الإسلامية لكنه واجهها بالحكمة والموعظة الحسنة اتصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعديد من الصفات النبيلة كان حليما مع أهله يدخل عليهم باسما وكان يساند العجوز ويزور المريض ويعطف على المسكين ويلعب الأطفال ويقدر المرأة ويحترمها حيث كان يأخذ بآراء زوجاته في شؤون عدة وكان دائما يوصي بحسن معاملة النساء قاد الرسول صلى الله عليه وسلم عدة غزوات وكان يستشير الصحابة في هذه الغزوات منذ بدء التخطيط له وقد أقام صلى الله عليه وسلم دعائم الدولة الإسلامية في العام العاشر من الهجرة خرج لأداء فريدة الحج وخطب في الناس موضحا لهم مبادئ الإسلام بعد عودته إلى المدينة مرض مرضا شديدا وفي العام التالي توفي الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من ربيع الأول في العام الحادي عشر من الهجرة بعد أن أدى الأمانة وبلغ رسالة ربه بعد تناول شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم نجيب عن الأسئلة اتسم الرسول صلى الله عليه وسلم بالرحمة في تعامله مع الجميع حتى أعدائه أيد بالأدلة صحة هذه العبارة عند فتح مكة عفى عن أهلها وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء اتنين ما رأيك في استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة في بعض المواقف وعلى ما يدل ذلك هو تصرف حكيم يدل على ترسيخ مبدأ الشورى وعدم الإنفراد بالرأي الرسول بأسس لمبدأ الشورى في المجتمع الإسلامي تجربة شخصية أسرد موقفا حياتيا طبقت فيه إحدى الصفات التي اتسم بها الرسول وصف شعورك وقتها أساعد أبي في عمله وأمي في المنزل وأشعر بالسعادة لمساعدتهما كما كان الرسول يساعد أهل بيته ما الصفة التي تود اكتسابها اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ولماذا صفة الحلم لأن مشاعري تتحكم في انفعالاتي أحيانا فأريد أن أتصف بصفة الحلم التي كان يتصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه اسمه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر ولد في مكة بعد عام الفيل اشتهر قبل الإسلام بحسن الخلق فكان يتسم بالإحسان في معاملة الآخرين والامتناع عن شرب الخمر كان رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال وقد وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصديق أبو بكر الصديق كان له جهود كثيرة في الدعوة إلى الإسلام أسلم على يديه عدد كبير من الصحابة أمثال عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا صاحب أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة المنورة وأنفق ما له في سبيل الدعوة الإسلامية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في العديد من المواقف وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته السيدة عائشة رضي الله عنها كان أبو بكر يتصف بالحكم والقدر على مواجهة المواقف الصعبة عندما تولى الخلافة أظهر قدرة فائقة في إدارة شؤون الدولة التي تعرضت في ذلك الوقت لانقسام خطير بسبب ظهور المرتدين بعد وفاة الرسول في عدد من القبائل نقدت عهد مع الرسول ورفضت تدفع الجزية وبعض القبائل راجعت عن الإسلام ذا المقصود بظهور المرتدين وحروب الردة فأعاد أبو بكر الصديق للدولة وحدتها وأمنها وتوجه إلى فتح بلاد العراق والشام كما أنجز مشروعا عظيما وهو جمع القرآن الكريم للمرة الأولى في حروب الردة توفي عدد كثير من حفظة القرآن الكريم فخاف أبو بكر الصديق أن يضيع القرآن الكريم فأمر بجمع القرآن الكريم كل من لديه مخطوطة مكتوب عليها القرآن الكريم جمعها أبو بكر الصديق أولى اهتماما بالقا إلى رعاية الفقراء والمرضى توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن عمر 63 عاما بعد معرفة شخصية أبي بكر الصديق نجيب عن الأسئلة أنفق أبو بكر الصديق رضي الله عنه الكثير من ماله في سبيل خدمة رسالة الإسلام اسبت صحة هذه العبارة كان يشتري العبيد المسلمين من أسيادهم ويحررهم وأنفق ماله في سبيل الدعوة الإسلامية ما أكثر الصفات التي أعجبتك في شخصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه وتود أن تكتسبها ولماذا صفة الإحسان في معاملة الآخرين حتى أشعر بمعاناة الآخرين أسرد موقفا حياتيا خصصت فيه جزءا من مالك أو وقتك أو جهدك لأحد الأعمال الخيرية واصف شعورك حينها كنت أساعد إحدى الجمعيات الخيرية في توزيع مساعدات للفقراء وكنت سعيدا جدا اختر بعض القيمة التي تمسك بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وتتمنى انتشارها في مجتمعنا مع التبرير الحكمة والإحساس بمعاناة الآخرين ومراعاة الصداقة لأن هذه الصفات والقيم لو انتشرت في المجتمع سيصير المجتمع يدا واحدة متماسكة وذي انتشر الحب والسلام في المجتمع بكذا نكون انتهينا من الدرس وحل التدريبات بالكامل انتظروني في مراجعة المحور الأول شكرا لكم